السلام عليكم ورحمة الله وبركاته راد محرز وجوده في حياتنا احنا كرياضيين بيمثلنا هو ومحمد صلاح بيمثل العرب اسم كبير في عالم الكورة بيلعب في اعظم اندية في العالم اندية الطب في العالم دي حاجة كبيرة مش اي حد عربي او مسلم وصل الاندية دي وجود محمد صلاح ووجود محرز فاكبر الاندية في العالم هو رفع من شأن وقيمة الانسان المسلم ان احنا نجحين في مجالات كتيرة المجال الكورة القدم هو محبوب من العالم كله هو عش الجماهير في العالم كله فلما وجود محرز ووجود صلاح بيشرفنا مين اللي يقره محرز او مين اللي يقره رياد محرز رياد محرز اي بلد يروحها شرف للبلد اللي بيروحها يعني رياد محرز لما هيجينا مصر هنا شرف كبير لينا ان رياد محرز ييجي عندنا وانا متأكد ان محمد صلاح لما يروح الجزائر الناس كلها هتبقى سعيدة بمحمد صلاح الناس اللي دخلتلي في التعليقات الفيديو اللي فات بتقولي يا كابتن ان رياد محرز اعتذر انه مسلمش على الوزير المشهد اللي منتلى السنين ده اكسم بلقى انا ناس المشهد ده اصلا لان المغزون المغزون اللي عندي اه لرياد محرز مغزون كبير جدا واحد بيسعدني صدقوني يا جماعة انا بقالي سنين محمد صلاح وانا مهنتي كرة القدم ومدير فني لازم اتابع الكرة العالمية والاحداث العالمية مش معقولة بكرة مسلا في التدريب مع اللعيبة بتوعي اللعيبة بيتكلموا اني راد محرز سجل هدفين وانا ما شفتش المطش لازم اتابع لما بتفرج على مشتستر سيتي او قبل كده لستر سيتي في عشرين خمستاشر لما خدوا البطولة لما بتفرج على رياد محرز جوه الملعب وبيعمل حاجات وبيسجل فرحتي بي اكن اخوي هو اللي سجل فرحة غير طبيعية فرحة قرامة فرحة كيان انا عشت في اوروبا ست سنين كنت عايش في هولندا وكنت بالعب في نادي درجة تانية لعبت ثلاث سنين في اندية في الدرجة التانية حب الجماهير بتاعة الاندية دي واللعيبة ويجوا فرحانين بيا ويقولوا احنا بنحبك وانت بتسعدنا كنت بقى رفع راسي كنت مابيني وبابين ربنا بقول والله يا ربي انا نية ان انا بتعامل مع الناس دي كويس وبسعدهم في الملعب علشان ارفع من قيمة الانسان المسلم وفعلا وانا بلعب في الاندية دي فيه ناس في الملعب زميلي في الملعب وناس جماهير في المدينة راحوا المكاتل المكتبة وبقوا يسألوا على المصحف ويسألوا على الدين والكتاب ان هما كان متخيلين ان العرب ملهمش كلمة وبشعين لما شافوني في الملعب وعاشوا معايا في مدينة كانت اسمها نوردفايك ومدينة ألفن المدن دي الجمهور كان يقولك فيه واحد مصري مسلم اسمه مصطفى صادق بيلعب معنا بقوا حبوا الاسلام المجموعات دي كلها حبوا الاسلام من عن طريقه وبقوا يكلموني عن رمضان والصيام دي رسالة واحد زي رياض محرز هو احسن اعلان واحسن دعاية لان الاسلام دين نظيف ودين مش بتاع عنف هو دين للتطور ودين للحب فرياض محرز رياض محرز لو مسلمش على عشرين وزير مصري عمر ما زعل منه رياض محرز زيه في القلب زي صلاح كده واي لاعب يمثل العرب ويمثل مصر ويسعد نوحد بيبقى سعيد وفرحان جدا 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 ما تعرفوش قد ايه لما رياض محرز بعمل شاستيش بيسجل هدف ده فيه مطش لما بيعادوا برا احتياطي اقول يا ابني اللازين يا جوارديولة بقى انا منتظر المطش بقى لي سهعة ومحضر للمباراة وما تلعبش رياض محرز بقى زعلان اكتر من الجزائريين نفسه ان رياض محرز ما بيلعبش رياض محرز لما يجي هينور مصر وشرف كبير لمصر في وجود رياض محرز مش رياض محرز بس منتخب الجزائر كله طبعا شكرا محرز شكرا محرز شكرا محرز